رئيس الحكومة التونسية المكلف يعلن اليوم عن تشكيلته الوزرية الجديدة بعد تأجيل مؤقت قررنا تأجيل موعد تقديم الحصيلة النهائية وتركيبة الحكومة إلى يوم الغد السبت ورغم أن الفخفاخ برر أن إعلان التأجيل جاء بهدف التطقيق بتركيبتها النهائية إلا أن مصادر تحدثت عن أن التأجيل جاء إثر تلويح حركة النهضة برفض هذه التشكيلة وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قد دعا في مؤتمر صحفي الفخفاخ إلى التريث وعدم تقديم حكومته إلى الرئيس قيس سعيد ومواصلة التفاوض ملمحا في هذا الصياق إلى إمكانية عدم منحها الثقة وانتقدت حركة النهضة الأسماء التي رشحها الفخفاخ ودعته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان في خطوة تستهدف الضغط على الفخفاخ لتوسيع تمثيلها الحكومي وإشراك حزب قلب تونس في هذه الحكومة من جهته طالب حزب قلب تونس وهو القوة الثانية في البرلمان قواعده الانتخابية للاستعداد لأي احتمال بإجراء انتخابات مبكرة نحن مستعدون أيضا لانتخابات تشريعية مبكرة وقلنا لقواعدنا وهيكننا أن تكون على استعداد لكل هذه الاحتمالات وفي حال عدم نيل حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان فإن لرئيس البلاد صلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات النيابية مبكرة كما يقر ذلك الدستور التونسي